اشتركوا في القناة مساء الخير سيدة هاني لكي والسادة المشاهدين يعني لو تابعنا هذا الموضوع فاليا نجد ان الحرائق وعددها وصل تقريبا الى 100 في مناطق مختلفة من سوريا وقعت في مناطق تسيطر عليها ميليشيات اما تابعة للنظام مثل ميليشيات الدفاع الوطني او ميليشيات تابعة لايران كذلك ايضا وبالتالي هذه الميليشيات كانت تستطيع السيطرة على هذه المناطق بسهولة كونها موجودة ومعسكراتها ايضا موجودة وهي تتحرك فيها بحرية لكن لم يتم التفاعل مع هذه القضية حتى وقت متأخر من حدوثها اولا نشاهد ان النظام من ناحيته لم يستخدم اي وسائل تتعلق باطفاء الحرائق حتى ولو كانت بسيطة كانت هناك وسائل بدائية للغاية شاهدنا جنود ينزلون يحملون اغصان شجر ويضربون على النار باغصان الشجر هل هكذا يمكن ان يتم اطفاء الحرائق على سبيل المثال او يستخدمون ادوات زراعية ليس هناك استخدام حتى للمياه او لعربات الاطفال للتغلب على الحرائق النقطة الثانية هي عدم الاستجابة الروسية كذلك لاحظنا ان روسيا تدخلت في اسرائيل ولكنها لم تدخل في سوريا على الرغم من ان الحرائق كانت قريبة من قاعدة حميميم بشكل كبير طيب استاذ احمد يعني على اساس يكون في نوع من المنطق في الحوار هناك دول كبيرة نشبت فيها الحرائق ولم تتمكن من السيطرة عليها بشكل وجيز اذا كيف لميليشيات تمكن ان تطفئ حرائق في سوريا وكيف للنظام الذي قد تكون لديه قدرات محدودة لا يتمكن من اطفائها وين الروس؟ بالمنطق نفسي الذي تتحدثين عنه يجب ان نحاكم الامور فعليا هذا النظام لديه مروحيات كانت تقوم بشكل يومي بالقاء البراميل المتفجرة على المدن وعلى اطفال سوريا وعلى نسائها وقتلوا الاطفال في مدارسهم وقتلوا النساء في بيوتهم وقتلوا الرجال في الاسواق هذه الحوامات وهذه الطائرات لم نشاهدها تلقي براميل المياه او تلقي وسائل الاطفال على هذه المناطق لم نشاهدها اين اختفت هذه الطائرات التي كانت تلقي البراميل على ما هي المصلح هنا السؤال المركزي والاساسي النظام يقوم بعملية تغيير ديمغرافي هو وايران في تلك المناطق هذه المناطق هي مناطق غابات عندما يتم حرقها تتم السيطرة عليها هناك سوابق سابقا لدى النظام هي تتيح وفق حتى بعض القوانين لديه بالسيطرة على الاراضي المجاورة للاراضي الزراعية او المجاورة للاراضي السكنية اذا لم تكن على شكل غابة او لم تكن تحت الحماية وبالتالي بعد ان يتم الحريق تتم عملية السيطرة بسهولة عليها وهم لك سوابق عديدة جرت في سوريا في هذا المجال فقط عشان تتضح الصورة اذا كانت هي مناطق او غابات تسيطر عليها او تتواجد فيها ميليشيات يعني مسألة السيطرة عليها امر سهل لماذا يضطرون لحرقها ومن ثم يسيطرون عليها وضح لي بس هذه النقطة استاذ احمد السيطرة عندما يتم حرق هذه المناطق الان يمكن البناء عليها يمكن التمدد عليها هناك الان عملية استيطان كبيرة وتوسع كبيرة في هذه المناطق علينا ان نلاحظ ان هناك خط رسمته ايران من حدود العراق الى المتوسط هذا الخط يتم تنظيم الناس وايضا السيطرة عليهم واحيانا توطينهم في هذه المناطق لكي يتم حماية هذا الطريق بشكل كبير هم بدأوا في مناطق شرق سوريا من البوكمال ثم مناطق دير الزور ثم وصلوا الى حلب فحمص الان يتجهون الى مناطق الساحل هذا عملية برمجية مستمرة بشكل كبير نتحدث عن الاف مؤلفة من الشبان الذين يتم تجنيدهم ونشرهم في تلك المناطق اذا هي عملية تغيير ديمغرافي تتم على الارض لم نشاهد الان النظام يقوم باي ردة فعل تجاه من الناحية العملية طيب النظام الذي دمر مدن وبلدات يعني هو عاجز عن ان يقتلع الاشجار من الارض ويضطر الى حرقها وتزيد معاناة السوريين في الداخل اكثر من المعاناة التي يعانون منها من الازمات الاقتصادية يتجي عليهم كمان ازمة بيئة ليس عاجزا عندما كانت المعارك محتدمة كان يقوم بعمليات القصف والتهجير الان ليست هناك معارك محتدمة على الارض هناك مناوشات جزئية اذا هو يقوم بالخطة البديلة هي خطة عملية حرق شاملة وهذا الامر ليس جديدا يا سيدتي الامر ليس جديدا هم سابقا قاموا بعمليات حرق هائلة للمحاصيل وابعاد سكانها عنها وبل تلزيمها قبل ايام اصدر مسؤول امني في حماة عملية تلزيم لاراضي زراعية لاشخاص لان اهاليها ليسوا موجودين هنا ومحاولة وضع اليد عليها نحن نشهد عملية تغيير ديمغرافي في داخل سوريا للسيطرة على هذه المناطق اشكرك جزيلا شكر كنت معنا مدير الاستشارات الاستراتيجية في الاتلاف الوطني السوري احمد رمضان من اسطنبول شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة